يعني بالله عليكم كده الجودة محتاج ايه غير حاجة حلوة وخفيفة نطلحها من التلاجة ونأكلها على طول والاحسن بقى من كده لما الحاجة اللي احنا هنعملها دي تكون سريعة ومتاخدش وقت وكمان تكلفها تكون على قد الايد فعلا التحلية دي لو هتجربتيها مرة او بعدك اي حد هيدقها عندك هينبهر بيها يلا بينا بقى نشوف عمانها ازاي بس يا ريت في الاول كده ما تبخلوش علينا بلايك وتعليق برأيكم في الوصفة في الاول خالص كده معانا كبايتين من اللبن او يعني الحليب زي ما بيتسمى في الدول العربية معانا بقى كبايتين من الحليب زي ما احنا قلنا هنضيف عليهم كباية من المية بصة بقى هنجيب علبة اللي هي علبة الكريم كرامل بيبقى جواه حتين بيبقى جواه كيس بتاع البودرة اللي هي الكريمة وكيس بتاع الكرامل احنا في الاول هنستخدم كيس الكريمة هنستخدمه كله بيعمل كده معانا في حدود او حوالي يعني تلات معلق كبار من الكريمة وهنضيف عليهم معلقة كبيرة ونص من النشا وهنضيف كمان معلقة كبيرة من السكر هنخلط بقى كل المكونات كده مع بعضها كويس وهناخد بقى الحلة دي هنرفحها على النار النار لازم يا جماعة تكون وسط تمام وهنفضل نقلب باستمرار لحد ما القوام يتقل معنا هو مش بيتقل قوي هو بيبقى كده ايه هو بيغلي معنا كده وبيبق بق كده بس مش بيبقى القوام تقيل قوي انا يضوبك عايز القوام يكون ايه اه متمسك معايا حاجة بسيطة يعني اول لما يغلي معنا بنحسب بالزبط دقيقة وبنطفي النار على طول خدوا بالكم اول لما بيغلي معنا بنحسب دقيقة وبنطفي النار على طول هناخد بقى الكريمة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي وهنجيب بقى الكبيات بتاعتنا انا هنا في الاول هستخدم اربح كبيات في الاول وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه الاربع كبيات اللي احنا بنستخدمهم دلوقتي بنحط فيهم الكريمة بنسوبهم لحد ما يبردوا معنا شوية وبعد كده بقى هنغطيهم وندخلهم التلاجة طبعا الكبيات بتاعت دي لها غطة فغطتهم بالغطة بتاحهم اما لو مش متوفرة عندك غطة تقدر بقطعة بلست كراب او باي كس عندك تغطي عليهم وهناخدهم كده زي ما هم هندخلهم التلاجة لحد ما منخلص بيئة المكونات او بيئة الخطوات معنا بعد كده او بيئة كيمية الكريمة هنحطها في علبة لوحدها بالشكل اللي انتوا شايفينه العلبة دي بقى هنعمل بها ايه العلبة دي هنغطيها وهنحطها في الفريزر يبقى الاربع علبة الاولين هنحطهم في التلاجة والعلبة دي هنحطها في الفريزر لحد ما منخلص بيئة الخطوات تعالوا بقى نجهز أسرع سوس كراميل في العائلة بنجيب كده قصرولة ونحط فيها نصف كباية من السكر ونصف كباية من الميا ونحط كمان معلقة كبيرة من النشاة خدوا بالكم هنا بقى فاكرين علبة الكريم كراميل اللي احنا استخدمناها في الأول بيبقى معها كيس كريمة وكيس كراميل هنستخدم بقى كيس الكراميل ده ونحطه مع بقيت المكونات وهنخلطهم كويس مع بعض وهناخد بقى القصرولة دي نرفحها على النار النار بتكون وسطه هنفضل نقلب باستمرار لحد ما القوام يبدأ يغلي معنا هنحسب بالزبط برضو دقيقة وهنبدأ ننزله من على النار على طول القوام بتاع الكراميل اللي بيبقى عامل زي ما انتوا شايفين انا بالنسبة لسوس الكراميل ده اسهل واسرع بكتير من سوس الكراميل اللي احنا بنجيب السكر ونحرقه على النار لان في ناس كتير قوي مش بيزبط معهم سوس الكراميل فبالنسبة لي الطريقة دي اضمن واسهل وكمان بتضمني نتيجتها بنسبة 100% ده ونحطه في كوباية وبرضو هنركنه على جنب لحد ما يبدأ او يكون بدرجة حرارة الغرفة هنجيب بقى طبق واسع وطبعا فاكرين علبة الكريمة اللي احنا حطناها في الفريزر هنبدأ بقى كده نخرجها ونحطها بقى في الطبق ولو وصلت لحد هنا هي ليت ما تبخليش علينا بلايك وكمان تنزله تحت في الكممنتات وتكتبولي بتتابعوني من انهي بلد وبعد كده بقى ضفت معلقتين كبار من الكريم شنطي الخيم تمام؟ طبعا لو ما عنديكش كريم شنطي خيم تقدر تستخدمي اي نوع كريم تاني وهضيف بقى هنا كمان معلقة كبيرة منصوص الكراميل اللي احنا عملناه مع بعض وكمان من 3 معالق لبن لأربع معالق كبار من اللبن وهنخلط بقى كل المقونات كده مع بعضها كويس بالمضرب الكهرباء طبعا يا موليلي ما عنديش مضرب كهرباء اعمل ايه؟ هتاخذي برضو المقونات دي ومضرب يدوي هتبدأ يتقلب فيها لحد ما القوام يبقى تقيل معاكي وكريمي بالشكل اللي انت شايفه طبعا خطوات سهلة بسيطة ما بتاخدش اي وقت معاكي خالص وخصوصا يا جامعة الوصفة دي احسن حاجة فيها صوص الكراميل اللي هو سريع وما بياخدش معاكي اي وقت نهي كده خلاص الكريمة باعت جهزة معنا هنبدأ بقى ونحطها في كيس اي كيس متوفر عندك اي كيس تلاجة حطي فيه كده الكريمة وابدأي كده بمقص قصي حتة صغيرة ده هالو بقى كده نطلع العلب الكراميل اللي احنا كنا او الكريمة اللي احنا كنا حطناها في التلاجة طبعا ما خدتش وقت يضبك نص ساعة كانت تمسكت معنا وبقت بالشكل اللي انتو شايفينه متمسكة جدا 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 وكمان هنبدأ دلوقتي نكمل بيئة الخطوات هنا بقى جبت كده شوية من الفول السوداني طبعا مقصرية يعني القطعة صغيرة مجروش يعني وهبدأ زين به الكريمة طيب احنا مش عايزين نحط فول السوداني تقدر تحطي مثلا او تجيبي مثلا بسكوتة وتبدأي برضو تقصريها وتبدأي تزيني بها الكريمة هنا التزين يا جماعة على حسب رغبتكم انا بديكم افكار واللي انتو عايزينه تحطوه بس انا بالنسبة لي بفضل الفول السوداني بيدي طعم حلو قوي معه الكراميل هنبدأ بس كده نوزع الفول السوداني كويس على بيئة المقونات وبعد كده بقى هنجيب قصص الكراميل وهنبدأ نوزعه على الفول السوداني صوص الكراميل اللي مع فول السوداني بيدي طعم حلو قوي وميكسي جميل جدا هنبدأ نوزعه بالشكل ده وزي ما قلتلك ان صوص الكراميل ده اسرع صوص الكراميل اللي ممكن تعمليه في العالم كله طيب مش عايزين نحط صوص الكراميل نقدر نحط ايه تانية وموليلي تقدري تحط صوص شوكولاتة تقدري حتى تسيبيها بالشكل اللي انتو شايفيه وتحط مثلا عليها طبقة جيلي تمام؟ التزين على حسب رغبتكم جبت بعدك طبقة الكريمة وهبدأ بقى وزعها بالشكل اللي انتو شايفينه الكريمة دي يا جماعة سهلة وكمان اقتصادية ماخدتش معايا غير معلقتين كبار من الكريم شنطي الخيم بعد بقى مزينت بالكريمة بالشكل ده طبعا بقى فاضل يعني معايا شوية من صوص الكراميل بمعلاقة كده هناخد صوص الكراميل وهنوزعه على شكله نقط صغيرة على الكريمة من فوق بيدي منظر حلو قوي وبيدي شكل جميل جدا طيب عندك بقى موس كده يعني محدش عايز يكله ممكن تجيب موزة وتقطعيها القطع صغيرة وتبدأي برضو تحطيها على الكريمة وتزينيها من فوق بشوية من صوص الكراميل بصراحة طريقة سهلة وجميلة جدا تقدري بقى تاخد الكبايات دي بعد ما بتخلص التزين بتاعها وتدخليها التلاجج شوية يعني تدخليها كده حوالي نوص ساعة أو ساعة بس انا بصراحة كنت مستعجلة جدا واكنا منها على طول تعالوا بس كده اوريكم طبقات الكريمة نعصوص الكراميل مع الكريمة اللي فوق عاملة زي بصراحة بقى يا جماعة ما قدرتش امسك نفسي معلقة ورا معلقة ورا معلقة بصراحة كان طعمها جميل جدا ومميز طبعا اكلت اللي انا اكلت والباقي طبعا حطيته في التلاجة ولو عايزة كمية اكبر من كده تقدري تضعف الكمية وتقدري كمان تخلي بدل كبايتين من اللبن تقدري تخليهم كباية واحدة من اللبن وتكمل كبايتين من المية لو انت عايزة اقتصادي قوي بس انا بالنسبة لي كانت المقادير دي مظبوطة جدا ومطلعة الكريمة في الاخر حلوة ومظبوطة وطعمها جميل قوي زي ما انتا شايفين بقى كده هناخدها وندخلها التلاجة ووقت الاستخدام هتطلعي وتقدمي له ضيوفك وعايزة اقول لك هينبهروا فعلا بالطريقة دي وهنا كمان بقى عايزة اسألكم برأيكم الوصفة دي بقى تستحق كمع العشرة وكمان في الكومنتات هتسبولي وتقولولي تسلام ايدك يا موليلي اظن بقى بعد الامر ده كله بقى ما تدخلوش على الفيديو بلايك وتعليق برأيكم في الوصفة ويلا قدمها بألف عنوشفة وربنا يحسن ما بين ايديكم وباي باي اشتركوا في القناة